تعالوا نروح للدستور ومهمة قوي خبر الدستور والكلامة على أن فيلر يريد أكرم توفيق فيه إعجاب وإشادة بمستوى أكرم توفيق مع فريق الجنة وإحنا عارفين أن أكرم معار لمدة موسم لنادي الجنة بعد نهاية الموسم حيتم للسكرار بقى هل أهل في حاجة لأكرم توفيق أم حيتم استمرار عارته دي أمور كلها متعلقة المدير الفني هو صاحب القرار فيها موضوع كمان يؤجل عودة معارين إلى صفوف الفريق وطبيعي موضوع المعارين ده هيؤجل هو طبيعي جدا أنه حيتم دراسته مع بداية الموسم الجديد أو مع انتهاء الموسم الحالي يعني أشوف أنا محتاج من من المعارين وأختار أشوف أنا عايز من يبقى معايا السنة الجاية لكن دلوقتي ما فيش فرصة أنك ترجع حد من المعارين عشان تأجل أصلا رمضان يرفض الجلوس مع أحمد وأمير مرتضى الكلام كان كتير فترة فاتت بخصوص أن رمضان وناس قايت لك رمضان مضى في الزمالك وأنه قاعد مع مسؤولين في نادي الزمالك جماعة الكلام ده كله غير صحيح على الإطلاق هي مجرد إشعاعات بتطلع واجتهادات والناس بتحاول يعني تتكلم في الجزئية دي وأنه قاعد مع أحمد وأمير مرتضى طبعا الكلام ده ما حصلش إطلاقا من حق أي حد يحلم أنه يتعاقد مع رمضان صبحي مفيش مشكلة عادي يعني ممكن ناس تحلم أنهم يجيبوا لعيب بحجم رمضان صبحي لكن الحلم صعب جدا يبقى حقيقة بصراحة بخصوص رمضان صعب صعب قوي 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 عادي رغبة عند أي فريق في الدنيا نتعاقد مع أي لعب رغبة مشروعة مفيش أي مشكلة لكن رمضان مش عبدالله سعيد عبدالله سعيد مع كامل احترامنا وتقديرنا اللعب ليه رغبة معينة وقرر أنه يروح مثلا أو يمدي في نادي آخر وعلى فكرة دي حاجة تخصه يعني احنا مش بنا ننتقد عبدالله على حاجة عبدالله من أحسن لعبة في مصر بالمناسبة لكن هو كان قراره كده لكن مش شرط كل الناس يبقى قرارهم زي عبدالله سعيد لكن برضو عايزة أقوله أنه هو حق مشروع لكل الأنديات في التفاوض مع أي لعب لكن رمضان بالتحديد صعب قوي يعني صعب جدا أنه هو يسيب النادي الأهلي ويروح حتى تانية جوه مصر ممكن برا مصر يلعف أي حتى تانية وفيش أي مشكلة خالص